السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ورحمة الله تعالى وبركاته وسعداء بهذا اللقاء المبارك في ليالي رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان نتحدث وإياكم عن استقبال هذا الشهر الفضيل استقبال شهر رمضان إنه لنعمة عظيمة مباركة حينما حل علينا هذا الشهر شهر القوة الإيمانية وشهر السلامة البدنية وشهر الجود والبدل والعطاء وشهر التزاور والتسامح وشهر التصالح مع الله والرجوع إلى الله والتجاوز عن عباد الله هذا الشهر الكريم ربنا سبحانه وتعالى شرفه وعدم قدره حينما أنزل فيه كتابه الخاتم للبشرية جمعا شرف هذا الشهر حينما وقع أهم حدث في تاريخ البشرية وهو نزول القرآن العظيم الدستور الإلهي العالمي الأممي الكوني الذي قال فيه ربنا سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فنحن نصوم ونقوم ونحتفي بنزول كتاب الله العزيز على عباد الله المؤمنين هذا الكتاب الذي تضمن الخير كله والفضل كله والبركة كلها من أجل ذلك ربنا عز وجل ندب إلينا أن نشكره ونحمده عن طريق الصيام نصوم ونقوم احسفاء بنزول القرآن العظيم فقال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فرمضان هو شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن موسم عظيم من مواسم العمل الصالح وسوق رابحة للمتاجرة مع الله ومحطات قبرى من محطات التزود بالتقوى هذا الشهر الفضيل كلما أقبل يقع تغير كبير في نفوس الناس وفي عقولهم وفي عاداتهم وسلوكهم هذا التغير ناتج عن الإيمان واليقين لأن ربنا سبحانه وتعالى يعيننا ويساعدنا على استقبال هذا الشهر فأعظم بها من بشارة يزفها إلينا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال آتاكم رمضان آتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامة تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيها أبواب الجحيم وتغل فيه مرضة الشياطين لله فيه أكرم لعباده وفيه أيضا ليلة هي خير من ألف شهر وكثير هي التوجيهات النبوية الشريفة يبت فيها البشارة ويزفها لصحابته ولأمته مؤكدا بأن هذا الشهر الفضيل رمضان شهر ترفع فيه الآياذ بالدعوات وتجأر فيه الألسن بطلب الغفران من السيئات هذا الشهر الفضيل كرمه الله تعالى بأن جعله متميزا على بقية شهور السنة فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران وتصفض مرضة الشياطين والجن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وصفدت الشياطين ومرضة الجن وناد مناد من قبل الله تعالى يبغي الخير أقبل ويبغي الشر أقسر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة كل ليلة هناك عتقاء من النار فنسأل الله تعالى أن يعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وأحبابنا وأقاربنا اللهم اعتقنا جميعا من النيران فهذه الليلة التانية من ليالي رمضان ليالي الخير وليالي البركة وليالي الرحمة إنه موسم كريم موسم الفضائل موسم المكارم لقد وفد إلينا حاملا معه النفحات الربانية والعطايا الإلهية الله تعالى جعل فيه الدعاء مسموع والخير فيه مجموع والشر فيه مدفوع والعمل فيه مرفوع هذا شهر عظيم كلما دع المؤمن بأي دعاء ربنا لا يرده أبدا الدعاء فيه مسموع وكل خير أراد العبد أن يقومه فالله يعينه ويساعدك على فعله الخير فيه مجموع فيه الصلاة والصيام والقيام والصدق والإحسان والبر وسط الرحم كل أنواع الخير مجموعة تقام في الشهر رمضان والشر فيه مدفوع الله تعالى يكف الألسن الألسن عن الغيبة والنميمة ويكف الأياد عن الإساءة فلا تجد هناك ذنوب ولا خطايا ولا جرائم إلا ما نظر والعمل فيه مرفوع ربنا يرفع العمل يفتح أبواب السماء ويقبل عمل العباد ويباهي به الملائكة ويقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي إنهم بالنهار صائمون وبالليل قائمون يتلون كتاب الله تعالى ويجودون بما أعطيتهم من أموال يبدلون الإحسان والإكرام للضعفاء والمساكين انظروا يا عبادي كيف أن يا ملائكتي انظروا لعبادي يتصالحون ويتسامحون ويتصبقون في العمل الصالح لا أرفعنا عملهم إلى العليين الدعاء فيه مسموع والخير فيه مجموع والشر فيه مدفوع والعمل فيه مرفوع هذا الشهر العظيم أيها الأحبة الكرام جعله الله تعالى لذنوبنا مكفرة ولسيئاتنا مطهرة شهر عظيم مبارك رحيم للصائم فيه فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه فنسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها أفرح وكلها مسرات وكلها خيرات وأن يجعلنا من الكاظمين الغيب والعافين عن الناس ويجعلنا من الصباقين للخيرات هذا الشهر الفضيل أيها الأحبة الكرام كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم هذا الشهر كان يحمس صحابته الكرام ويشجعهم على العمل الصالح في هذا الشهر الفضيل كما الحديث المشهور عن سلمان الفارسي رضي الله عنه ينقل لنا خطبة من خطب الرسول صلى الله عليه وسلم خطبة عظيمة خطبها في أول رمضان ماذا قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخاطب صحابته المكرمين من الأنصار والمهاجرين ومن خلالهم يخاطبون نحن أيضا ويخاطب الأمة الإسلامية جمعا يقول أيها الناس أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم مبارك فيه ليلة القدر هي خير من ألف شهر أيها الناس لقد فرض الله عليكم صيامه وجعل قيامه تطوعا من أدى فيه فريضة كمن أعتقى رقبة وكمن أدى سبعين فريضة فيما سواه أيها الناس إنه شهر يزداد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كمن أعتقى رقبة وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة وشهر الموساة وصار النبي الكريم يذكر فاضاء لهذا الشهر حتى إن بعض الصحابة سألوه يا رسول الله إنك تقول بأن هذا الشهر هو شهر العطاء والكرم فليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم فقال صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا التواب لمن فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مذقة لبن وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عطق من النيران لا شك أيها الأحبة الكرام هذا الكلام نراه رأي العين في حياتنا فهذا الشهر الفضيل ربنا سبحانه وتعالى جعله مكرما من أدى فيه فريضة واحدة إذا أديت فريضة صلاة ظهر أو عصر أو مغرب كل فريضة لك فيها أجر عطق ورقبه كل فريضة صليت الصبح صليت العصر الظهر المغرب العشاء لك بكل فريضة كمن أعتقى رقبه والفريضة في رمضان تعدل سبعين فريضة فيما سواه سبعين فريضة يعني أن الله تعالى يضرب العدد في رقم سبعين كل عمل أقام به العبد المؤمن في الأيام العادية الحسنة بعشر أمثالها لكن في رمضان الحسنة بسبعين من أمثالها وسيدنا النبي بشر قال بأن هذا الشهر يزداد فيه رزق المؤمن وحقيقة أن الرزق يزداد رغم أنه شهر الإمساك عن الطعام وشهر الجوع والزهد ولكن نلاحب بأن موائد المؤمنين تكون غاصة بالخيارات على عكس الأيام والشغور الأخرى الرزق يكثر ويزداد وحركة تجارية تكون دعوبة والكل يربح التاجر يربح والذي ينقل البضائع يربح والذي كل من يساهم في هذا الخير الكل يربح يزداد فيه رزق مؤمن حتى حتى الفقراء والمساكين يكثر عندهم الخير في هذا الشهر مما يتلقون من العطاء والبدل والإحسان من طرف المؤمنين ثم الصحابة قالوا يا رسول الله إنك تحدتنا على العطاء ونحن أيضا فقراء نحن لن نستطيع أن نعطي هذا لكي ننال هذا الأجر الوفير فقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي هذا التواب لمن فطر صائما على تمرة تمرة إذا أعطيت تمرة واحدة فلك أجر وتواب عظيم كمن أعتقى رقبه أو شربة ماء إذا لم يكن عندك تمر شربة ماء وإذا لم يكن لك ذلك فيكفيك مذقة لبن مذقة لبن تكفيك كل هذا خير فصار الصحابة يتنافسون في هذه الأعمال الصالحة ثم بشر النبي الكريم فقالوا وشهر الصبر والصبر توابه الجنة لابد أن تصبروا أيها الناس ستواجهون بعض المتاعب في رمضان ستواجهون بعض المشقة أو بعض المكاره أو الأتعاب اصبروا شهر الصبر والصبر توابه الجنة ثم أخبرنا النبي الكريم بحقيقة هذا الشهر في رمته وفي إجماعه فقالوا وشهر أوله رحمة في أول الشهر نلاحظ الرحمات الإلهية في وسطه لما نصل إن شاء الله إلى وسط رمضان في الخامس عشر والرابع عشر من رمضان أوسطه مغفرة الله تعالى يغفر للعباد وآخره عتق من النار الله يعتق العبادة من النار وهذا الشهر الفضيل إذا صامه العبد المؤمن وربنا تقبل منا ما هو الجزاء جزاء كبير وعظيم بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاء الصائمين هو الجنة إننا سوف نشتري بهذا العمل الصالح جنة عرضها السماوات والأرض وقد بشرنا بأن هناك أبواب في الجنة وعددها ثمانية كل باب ما بين السماء والأرض هناك باب عظيم يسمى باب الريان هذا خاص بالصائمين قال فيه صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون أين الصائمون فيقومون لا يدخل منهم أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل بعدهم أحد بشارة عظيمة أيها الأحبة الكرام لمن صام رمضان بشارة كبيرة وعد بها ربنا سبحانه وتعالى لمن صام هذا الشهر الفضيل أن الله تعالى يتقبل وأنه يغفر ويتوب ويعتق الرقاب من النيران ثم يدخلنا جنة الرحمن الله تعالى يغفر للعباد جميعا الدنوب والخطايا والمعاصي وهذا ما بشر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إلى جنبة الكبائر الله تعالى يجعلنا مواسم للرحمة والمغفرة والرضوان فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نحمد الله كثير ونشكره أن أمد لنا في العمر حتى أدركنا رمضان وحتى استقبلنا هذه الأيام الفضيلة فقط علينا أن ندعوه ونكتر من الدعاء أن يوفقنا للصيام الصحيح والقيام الصحيح المخلص وأن يوفقنا لختم القرآن وفعل الصالحات علينا أيها الأحب الكرام أن نجدد العزم القوي في قلوبنا على عمل الخير والاستكترار من أنواع البر علينا أن نتنافس جميعا تنافسا شديدا للقيام بالأعمال الصالحة خصوصا إطعام الطعام ففي رمضان هناك الضعفاء وهناك المساكين وهناك الأرامل إذا استطعنا أن نطعم الطعام ونقدم المساعدات يكون خير وخصوصا إغتة الملهوفين وموساة المنكوبين كذلك علينا أيها الأحبة الكرام أن نصل الأرحام نصل الأرحام مع العائلة والأحباب وأن لا نقاطع أحدا لأن الشياطين الذين كانوا يوسوسون في صدورنا الآن هم مصفضون بالسلاسل والأغلال فعلينا أن نشهد في صلة الأرحام وأن نفشي السلام نفشي السلام على من نعرف وعلى من لا نعرف وأن نصلي بالليل والناس نيام هذا مما بشر به سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لدخول الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام هذا ربنا عز وجل وعدنا بأن من قام بهذه الأعمال كتبت له الجنة يدخلها بسلام وعلينا أيها الأحبة الكرام أن نتنزه عن المحرمات التي يعتاد عليها الناس في الأيام الأخرى رمضان ليس ككل أيام السنة هذا رمضان شهر الرحمة والمغفرة وشهر مقدس علينا أن نتنزه عن الظلم وعن الغش وعن الكذب والغيبة والنميمة والافتراء علينا أن نسعى لعمل الصالحات ونبتعد عن الزور ومشاكله لأن أعمال الزور هي محرمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس حاجة في أن يدع طعامه وشربه ليس حاجة الإنسان يصوم ولكنه يعمل عمل الزور عمل الزور يكون إما أنه يشهد بالكذب أو أنه يقع في المحرمات كالظلم والغش والرشوة والربا وغيرها من الأمور لأن المعاصي تقسي القلوب وتطبط عن العمل الصالح وتجعل الإنسان يشعر بالهوان حينما يقع في المحرمات علينا كذلك أيها الأحبة الكرام أن نشتهد في هذا الشهر الفضيل بأن نوطن أنفسنا وأولادنا وأحبابنا على القيام بصلاة الترويح هذه الصلاة التي هي مباركة لا تكون إلا في رمضان صلاة الترويح لا تكون إلا في رمضان وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه من قام رمضان القيام ولو بركعتين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من دنبه فعلينا أن نداوم على أداء الصلاة الترويح خصوصا مع الإمام لأن النبي الكريم كان يشجع على الصلاة مع الإمام في صلاة الترويح من قام مع الإمام حتى ينصرف كوتي باله قيام ليلة وعلينا أيضا أيها الأحبة الكرام أن نحذر بعض الناس يشتهدون في صلاة الترويح في الأيام الأولى من رمضان لكنهم يتكاسلون عن أدائها في بقية أيام الشهر هناك من يشتهد في الأيام الأولى ولكن لما يمضي الأسبوع الأول أو الثاني يشعر بالضعف ويتكاسل فعلينا أن نحافظ على على الإقاع الاجتهادي ونسأل الله تعالى أن يحفظنا من الخدلان والحرمان ولا نكون كما قال فيهم ربنا ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكثة علينا أيها الأحباب الكرام أن نشتهد في هذا الشهر الفضيل وأن نعمل الخير على قدر ما نستطيع ونجدد النية كل مرة نجدد النية ونكثر من الاستغفار والتوبة ونكثر من المناجات نغتنم أوقاتنا بالمناجات والدعاء والتسبيح والتهليل والتناء على الله ونكثر من الصدقات والإحسان إلى الفقراء وإفطارهم فكل هذا في خير كل ما اجتهدنا في الصدقة والعطاء في رمضان أكرمنا المولى عز وجل فرب العزة يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به الصائم ترك شهوته وطعامه وشربه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك هذه خيرات وبركات أيها الأحبة الكرام علينا أن نشهد فيها وعلينا أن نعمل الكثير من العمل الصالح قبل أن يمضي رمضان فهذا الوافد الكريم علينا أن نشهد فيه قبل أن يودعنا وقبل أن يرحل عنه علينا أن نستقبله بالتوبة الصادقة لأنه يسمى موسم التائبين وعلينا أن نستقبله بالعزيم القوية لأنه يسمى موسم الجهد والاستكتار من الطاعات علينا أن نستقبله بالدعاء أن يوفقنا الله لصيامه وقيامه على الوجه الذي يرضيد عنها فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذا العمل الصالح وأن يبارك لنا وإياكم في رمضان وإن شاء الله تعالى سوف نحرص خلال هذا الشهر الفضيل أن نقيم دروسا إرشادية وتوجهية وأيضا بيان للأحكام الشرعية المرتبطة بالصيام والقيام وكافة الشعائر الدينية التي هي خاصة برمضان وستكون أرقامنا الهاتفية مفتوحة في وجه الجميع لاستقبال مكالماتكم والإجابة عن أسئلتكم أرقامنا كالعادة أيها الأحبة الكرام هي 05-22-88-0060 أو 1-60 أو 2-60 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله